اه سفين هل تبعي بركة ديك النهار كانت من السيارة؟ قوي ذا بعد فش هيت من 20 غشت هل تتقريباً اشتري بالسباطة؟ نتقريباً تتقريباً لشهرين اخويا شهرين امشي به؟ اه تتقريباً اشتري بالسباطة؟ أخويا لا أريد أن أقوم بخارج لأجل المواطر أخويا سأخذك ما هي الأخرى؟ 06 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 أخويا و back office 06 06 06 06 07 07 08 07 0900 08 08 07 08 08 08 انا هذا هو كيباليكم لا نشكره قدامكم واني هو شاب اللي بينا في هنقي درويش خدام على راسه عنده اسرة كاريب حل الناس كي يتحارب مع الوقت للأسف واحد حاديشات بمطار حاديشات سيع بعد ما كان هو صاحبه غادين يضربه غير دوار في الاساس فاق واصلا كيس كنت قريبا هنا في النواحي وهو يضربه غير دواره واحد دودان ضربه فيه بالجاد طاحه بعد ما طاحه صاحبه توقع تشويه في ايديه وصفين توقع تفقده جاه نازيف داخلي نازيف داخلي ما نقدروس انه نبينه لكم رجله لحقاش ذاك الشي اللي في الحالة اللي فيه رجله حالة اللي مستعجالة حالة اللي خاطرة الله يحفظوا الوليداته وكذلك نقطة اخرى في السبيطار ومقه يقول كان السبيطار ليس هناك في السبيطار وكذلك من المركزة وكذلك نستطيع مشكلة لم توقع لديه المساريف وم توقع لديه المساريف وكذلك يأتي كل نهار بنهار رفك نقول للأسف في وسط من هذه الروينة كاملة تجيه الروينة أخرى هي الدار اللي كاري السيدة اللي كاري عندها خمس سنين وهي هو كاري حتى لهذا الوقت اللي هو ذا بفحادي يشبه الموقع فجاج قلت لي عندك تلتشورت أخي سفيان السلام وعليك وعليكم السلام أخويا الحمد لله أخويا جمعت على كل شيء أخي سفيان في الحقيقة مني خرجت من سبيطار لا أظنت ماذا سأقول لكم وردت قاعد دواية ديولي وقاعدت لها المشكل الصحي قلت لي عندك مولادية 3 شهر وقاعدت لها البنتي وقاعدت لها البنتي في الحقيقة لم أعرفت ماذا سأفعل قبل أن تذهب لها البنتي وقاعدت لها المشكل الصحي الحمد لله أخويا هذه العائلتي لم تكن أخير لم تكن أخير ولكن المشكل اللي بقاع لي وعلي عالي مرسل سبيطار يعني سكانيرات دوايات مرسل مرسل بالامل وفعلا جاءت مني قريبا جو سمانة جاءت للدار دقت عليا قلت لي بغاية الداري ونطاها البنتي أنا في الحقيقة ما عندي شي بش خلص كرو ما عندي شي بش خلص لدولييا ولا المصاريف اللي غنخسر عليها الزوجة ديالي ولا أولدي وبالأخص فيها الظروف ما نقدرش غاية نخدم والو أخويا ما نقدرش ما نعرف بش خلص مباشر لأخي أشقى لي المشكلة ما عرفتش ما عرفت الكرام ما عرفت ما عرفت صحة ما مش هده رجلي ما كانت نحرك قوالو ما كانت نحرك قوالو ما كانت نحرك قوالو جدوا الله أننا نشوفوا تفاعل فهذا المباشر هذا أمين أخوال عبد هاتي شاب رأى واحد منا اللي خاص نحن ندعمه حنا نعونه لا يمكن أن تمر بحال الموقع لكي تمرون الكرام والدوز لا يمكن أن يشاهدون الفيديو مثلا الصفرين الذين يستطيعون أن يقومون بقاعد يدي الرأي لا يمكن أن نشاهده بحال الموقع لكي تفضل الوضع نحن البعضياتنا كي نقول نحن نكون السند البعضياتنا بعد المرأة كيف يقوم بعمل فيسبوك أو فيوتيوب لا يمكن أن تشاهدها وغير ديال بتحت تدريدها بسكينة راوه العائلة دياله والله اللي يعلم بيوم الحال تخيل أنك تكون خدام مع الكمابك تنوض تضرب دواره مع صاحبك لأن شاء الله صاحبك لا ألمين على هذا الشيء ستطيعون أن يكون النزيف داخلي ستولد في ماهي وملونه نحن نعرف سباعتارات ديالنا كيف يديرين ونعرف الحالة المادية لكل واحد راهم كل واحد ستطيع النزيف عن مفتتك الأن عن مفتتك الأن أنت أنت أفضل نفسك ونعرف البعض ونعرف البعض كان الجنب ثلاثين سوادخوا حسب إذن ثلاثين سوادخوا فهما تذهبون في مجردوا لأسفاق الأول فأنا أصبحت أسفل بلعشها أصبحت الأمور لكن أردت إصلاح خبرتنا لم تريد أن يأتي حتى تتعلميني كيف حصلت مع الأدراك؟ لم أقلت معي الأدراك لم أكزبة 5 سنوات لم أقلت مع الأدراك السفل في قصبة أعميني يا أخوي فشافت الحالة ديالي ما مقاتش ليها على أشياء ولدي ولا كيفاش وقع لك يعني قاتل يا صافة ولديها تشي تقول لك خصتك تعرفوا قاتل يا رب انه دار بغيتها البنتي عندك مولا ديال 3 شهر شافش كباد الحالة ها ديشي ورع الرجل انا مقدرناش اننا نبينو لكم متابعة كيرام لحقش واحد الفلاثة كلها خامجة قوانين ديال فيسبوك اتمنع انك تبين متل هاد الصور عادو ولكن را الحالة دياله والله إلا لا إلا إلا ما نقدرش نصفها ليكم ما نقدرش نصفها ليكم الحالة دياله كبير دياله قاتل يا عندك مولا ديال 3 شهر تقول يا فيا داري هاتشي اللي قاتل يا صافي من بعد مشات هاتشي اللي اطلع ما قدرتش انا قاعد كلي لقاء الناس فشبش بشات والله ما قدرت الناس لقيت كان فكرت الصباح تعد الادن ديال الفجر صليت الادن الفجر ونعس من بعد ما ضنيتش انا قاعد قاعد ما ضمن بريق الخابر واحدش بيك انتشوني قالت انا شعفت عند دياله وشعفت أقدت أتكامة هنا كتتشوف یہ طابة خطابة ديالتو قلت انا طاحت ليها وقعت لها مشكلة قلت لها انا يا الله اخرجت من المستشفى قتل انا أخبرت لها لكرت انا قدرت لها لك قلت لها انا برني واقعت قلت لي يا عندك مولا والدي ثلث شهور مني جعلت لها نعرف أنا أختبع جيرا في رأسة لنا ما أخبركم أخيه؟ ما أخبرنا في ما أشكره الناس والمحسنين يلتدخلون في الحالة ويساعدون لعبان طيبني أصغير ويبقى خطيلي وبقى ألقي أعمال المهم أخير العام وأخيرا أخبرني جميعا وكيف سيقوموا بمشكلة بالمشكلة المتطلوب على منتظم أنت ماذا تضمع أخي سفيان؟ ماذا؟ كيف تقوله؟ أحقاش أنا دائما كنفكر في أولي وفي المسؤولية اللي عندي خاصهم بزاف الحواج وأنا ما قلت حركتهم بلسياتش ولكي صعب علي بزاف أمور بغي نديرهم في الحياة ثم أبقيت قديت نديرهم ماذا أخي سفيان؟ كيف تقوله؟ كيف يدفع الكرون سماع؟ حتى الآن أنا ما كنتحد لعائلة كلهم بعد لي وزيد عليها وفي أمي ابنها يرى هي بقابل أولدي لم يكن يشدو شيئا لم يكن يشدو بقى يدرس صغير ويضاف عمرت السنين أنا أخي مني كان فيق مع السواح وذلك شيئا يتقدى ويجيب ذلك لقسم الله من السوق ويجيب أن يلفع من رجلي وذلك شيئا يقاسني وليلا يلا ومحمد رسول الله رسول الله ليلا يلا ويجيب أن يدخل عاجل في حالة دي ويجيب أن يدخل فيها ساب من السبب دينا ليه كيف يقولون ساب ليه أنه هذ الحاديث هذا ويجيب أنه كل شيء غير يبارتاجي مع هذا الفيديو دينا شوفوه هنا صفرين شوفوه ذي باز اللي قدروا أنهم يحطوه عندهم اللي قدروا أنهم يوصوا اللي قدروا أنهم يعاونونه شاب من الشباب اللي عندو لحنين الله رحيم كيف نقولو لا إله دياله بعيدة كين هو الزوجة دياله والإبن ديالهم هنا مولا ذكره بغاد صفتهم بالرغم من أنه كي أدل واجيبة دي الكيرا كان قدام على راسه ما لا إلهي الله لا إلهي الله كيف يقعوا شيء أمور لا إلهي الله تمنهم الله إنهم كم تكونون شما السنة مشابعنا الكرام من النمرة دياله اللي بغي يعاونه بأي حاجة أي حاجة اللي بغي يعاونه نكون سفيان رئيسي بس تلاشة واربعين خمسة وخمسين ستوخمسين أربعين ديروا الأجر مع هاد الريادة وعاونوه ودخلوا إليه واحد الفرحة يحسب بالناس اللي يقدروا أنهم يتواصبوا معاه إنهم أخوة تعيشوننا أخوة 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 ما تريدون أن أخوة 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 يتخفوا في الحالة ويساعدوني هم المحسنين ولهم أجر عند الله لساعدني وقفوا معي في هذه الظروف الحقيقة يعني كما يشي الحالة ديالي رأى صعبة كثيرا وفي هذه الظروف ما عفشنا رأسيين تقدرين توقف على الأجلية يعني الحد الآن ماذا يقولون الأطباء على الأجلية؟ أطباء يقولون الأوليات تقدوز وحد المدة يعني تأخذ الضوية اللي عندك هم عثومية شريطون ماذا يتحسون؟ حتى حالي كتبوز وحدهم قال لي نحن سأجعل ذلك سكانيرات وكذلك راديوات على الرجل سكانيرات اللي عندك هم يقولون الأوليات؟ قال لي عندك العروقة مثل ذلك بالخط قال لي ضروري قال لي يجب أن تتبع الضوية لك لكي العروقة يبقى ويقوم بمشي أنا دبا فشرت المراجع وقع لي لقد قدرش أنا قاعد نمشي قاعدة أو شي حاجة بقيت عبت الدار ومرة قال لي يجو السيماني ترجع عدنا بقيت قاعدة بقيت قاعدة بقيت قاعدة لا تنمشي بقيت قاعدة بقيت قاعدة بقيت قاعدة هذا ما الذي يقولون الأخي بقيت قاعدة ماذا من الله خير لأن مشابيعنا الكرام لا أعني لن أقول لن أقشر من هذا الهدرات اللي قال له السفين أنا أحاول أنك محبوا بيع لحقاش أنا وخنا هدر لا نوصل حتى واحد في المئة من ذلك المؤانية التي تتعاني من الصرف من قراءة من مسارك الوليدات اللي يقومون المعلكلات الضوء الكراء جرائب ان تساغن على ان تحرص لان يهمك سيتساغن على الزب игры زيادة غير عدد ان تساغن على الساعة انها هناك لان ان تستطيعين ان تستطيعون العام على الى نظرة وكان يدري على الامر وانك في حيث يكون وضع لا تشاهدين يا أخي الله والله يعجل انك انشاء الله يبشيك امين اخويا الله عبدك امين مكالماتكم متابعين للكرام مع اخوه ينسفيان وتعاونوه الله يسر لكم كاملين واللي در شي حاجة هنا في الدنيا راكي يلقاه الهدف الاخيرة عند الله واللي ينفس على اخوه المسلم الشي قربة من كرة بالدنيا فربي ينفس عليه كربة من كرة بالاخيرة والله يجازيكم باخير عاونوه يلقيتو باش تعاونوه وانا ما شيف عادي ان انا مقبحان موقع نحكرهم نعاود في هذا عاونوه ونعاود في هذا اللي يجازيكم باخير ونعاود في هذا الشي لاحقاش كنخلي الناس همي كل واحد بخاطر فانا بعد المرات تقول عند شي شاب فوصلا كان شاب ولا كانت ام راكيب قوس را لاحقاش كتحس بيهم كتجيك نفس العمار نتوياهم نفس الطموح كيتكتبوا علينا بعد المرات ما كاتيب اللي اللهم اللي نسألوك رد القادة ونسألوك لطفة فيه لطفة فيه لطفة فيه الله يجازك بخير أخوي الله يحفظك أخوي الله يجب أخوي